السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة التسجيل في موقع ميديا فير فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب موقع ميديا فير بكل اختصار يتيح لك تحميل ملفات على رابط خاص فيك وتقدر تشارك الرابط مع أي شخص آخر فهذا الآن يا شباب الموقع رح حط لكم رابط الموقع بالوصف عشان تدخلون عليه بشكل مباشر بعد كذا طريقة التسجيل تضغطون على sign up بعد كذا رح تظهر عندكم هذه الثلاث الخيارات تضغطون على هذا الخيار اللي هو الخيار المجاني فهنا في البداية يا شباب رح يطلب منكم الاسم الأول بعد كذا رح يطلب منكم الاسم الثاني وهنا رح يطلب الإيميل الخاص فيكم بعد كذا يا شباب الخيار هذا تسجلون هنا الرمز السري الخاص فيكم وبعدين تضغطون على هذا الخيار بحيث توافقون على الشروط والأحكام بعد ما تخلصون تضغطون على create account فكذا الآن يا شباب بكل سهولة أنشاءنا حساب في الميديا فيير فالآن عشان نقدر نحمل ملفات على الحساب كل اللي تحتاجون تسوونه تضغطون على هذا الخيار اللي هو تحميل وبعد كذا يا شباب تضغطون على هذه المنطقة وراح يفتع عندكم الملفات الموجودة في الجهاز فلنفترض يا شباب هذا الملف الآن تضغطون على open وبعد كذا تضغطون على إبدأ التحميل فكذا الآن يا شباب بكل سهولة تم تحميل الملف عندنا فإذا حبينكم ترسلون الملف هذا أو الرابط هذا لأي شخص تضغطون على نسخ الرابط أو يا شباب بعد ما تقفلون هذه الصفحة تضغطون على النقاط هذه الثلاثة من هنا تضغطون نسخ الرابط وترسلونه لأي شخص آخر فخلونا يا شباب نتأكد أن الرابط شغال ما في أي مشكلة فلو تأحضون يا شباب فتحت معنا هذه الصفحة من هنا تقدرون تحملون الملف فقط تضغطون على download ورح تحمل عندكم الملف وكل سهولة فهذه يا شباب كانت طريقة بكل اختصار هنا عندكم مجلات فاضية تقدرون تحطون فيها الملف نفترض مثلا هذا الملف ننقل على ملف الكاميرا فلو تضغطون عليه رح تحصون ملف موجود هنا فتقدرون تسوي ملفات خاصة فيكم إذا حابين تسوي مجلة جديد فكذا الآن سوينا ملف جديد تقدرون تضيفون على الملفات اللي حملتوها فهذا كان يا شباب الشرح بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلام